وتستمر جوجل في تقديم المزيد والأفضل حتى الآن جوجل متقدمة بشكل كبير جدا في النمازج أو نوعية النمازج الجديدة اللي بتقدمها الكاباباليتز أو القدرات الخاصة بهذه النمازج وجوجل بتقدم لنا جيميناي 2.5 وجيميناي 2.5 يعتبر Thinking Model وهو مخصص علشان يتعامل مع التاسكس اللي بتحتاج لخطوات متعددة في تنفيذها خصوصا بالتاسكس المعقدة وده الكلام الجوجل بتقوله جيميناي 2.5 متاح حاليا بشكل مجاني داخل جوجل اي ستوديو أيضا متاح داخل جيميناي Advanced طبعا الخطة المدفوعة وبالتالي مش هتقدر تجربه بشكل مجاني إلا داخل جوجل اي اي ستوديو وحيكون متاح قريبا على Vertex X النهاردة هنجربه داخل جوجل اي اي ستوديو ولكن دعونا نلقي نظرة سريعة وان شاء الله حط لك الرابط المواقع اللي أنا بستخدمها في الوصفة أسفل الفيديو ونشوف ايه اللي بيخلي جيميناي 2.5 برو مختلف لو بصينا على البنشمارك اللي وصله هذا النموذج بالنسبة لOpenAI و3 mini أو GPT 4.5 أو حتى Cloth 3.7 Sonnet هنلاقين هو في الـ Humanity's Last Exam اللي هو الامتحان الخاص بالـ Humanity واخد 18.8% متفوق على OpenAI و3 mini ومتفوق على باقي النمازج وزي ما احنا شايفين OpenAI و3 mini هو الواخد أعلى نسبة بعد جيميناي 2.5 برو ييجي أيضا في المقدمة بالنسبة للماث أو بالنسبة لرياضيات بشكل عام هنلاقين هو متفوق بالنسبة لـ EIME متحان EIME 2025 أو 2024 فهو أيضا متفوق على نظيره OpenAI و3 mini وباقي النمازج فهو OpenAI و3 mini يعتبر هو التوب بعديه على طول بالنسبة للكودنج وده بصراحة المدهش بتجربتي معاه في الكودنج على حصة طبعا خبرتي القليلة انتوا عارفين انا بحب جدا اسمع رأيكم في التعليقات وبالفعل انا سمعت رأيكم لما كنت بتكلم على DeepSec version 3.1 وقلتوا ان انتوا فعلا جربتوه ولاقيتوا نتائج مميزة جدا في الكودنج بالنسبة لـ LifeCode Benchmark فهو نسبة 74 من 10 أقل شوية من OpenAI و3 mini اما بالنسبة لـ Code Editing يعني Code Generation 74 من 10% اما بالنسبة لـ Code Editing فهو بيتفوق كمان على OpenAI و3 mini عشان يوصل لـ 74% اما بالنسبة للـ Reasoning والـ Visual Reasoning نسبة 18-10% بيتفوق على OpenAI GPT 4.5 OpenAI O3 mini مش بيسابورت الموضوع ده ولكن طبعا بالنسبة لـ OpenAI 4.5 أو GPT 4.5 فهو أعلى منه بالنسبة أيضا لـ Multi-Langue Performance أدائه مع اللغات بشكل عام فهو بيحتل نسبة 89.8 من 10% بشكل عام احنا دايما بنقول في الآخر ان التجربة هي خير دليل مهما شفنا من شارتس ومهما شفنا من جداول وإحصائيات بتطلحها أي شركة عن نموذج ما ولكن احنا بنسبة لنا كمستخدمين بيكون النتيجة اللي بنحصل عليها من تجربة هذا النموذج هو الفايصل يلا بينا نجرب بشكل عملي داخل جوجل iStudio Gemini 2.5 Pro من جوجل تحوش في أي حتة؟ هنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة انفوتكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة ورجعنا لكم على جوجل iStudio عشان نجرب مع بعض نموذج جوجل الجديد Gemini 2.5 Pro Experimental O025 أول سؤال معينا النهاردة وهو إن أنا هخليه يعمل لي Create Quiz Game Multiple Choice Quiz App with Python يعمل لي Game كده عبارة عن شوية أسئلة باستخدام البيتون وهنا هستخدم المراضي جوجل كولاب عشان الـ Environment دي سهلة جدا ناخد الكود ونفزه من خلالها فأنا هنا هستنال حد ما يخلص تماما طبعا تقدر أنت تعمل Expand علشان تشوف إزاي بيفكر وده طبعا أنصحك به وهنا هو هيديني الكود في الآخر خالص بعد ما يفكر زي ما أنتو شايفين نفز لي الكود بسرعة كبيرة جدا الكود تم تنفيزه سأبتدي أن أخذه Copy سأبتدي بعد كده أروح على جوجل كولاب وأقول له New Notebook عشان أبتدي أنفز الكود بتاعي سأبتدي أحط الكود وحدوز هنا على البلاي بوتن والمفروض تحت حيتم تنفيزه هنا سأقول له باريس طبعا هختار رقم C وحدوز Enter سأخذني على السؤال اللي بعد كده Which planet is known as a red planet هيكون Mars هيكون B هدوس Enter هيدا خاني على السؤال الثالث What is the largest mammal in the world largest أعتقد هيكون Blue whale أعتقد هدوس Enter اللي correct في هوروت Hamlet Shakespeare طبعا هيكون نقم B وحدوز Enter هنا ب What is the chemical symbol for water H2O B حدوز Enter و plead Your final score 5 من 5 Your score 100% Excellent هنا تنفيزه لهذا السمبل يعني أب اللي احنا عملناه مع بعض تعالا نشوف حاجة تانية هنا المرة دي هخليه يستخدم JavaScript Animations هنا هبتدي أقوله Memory Card Game عايزا يعمل لي Create Memory Card Game Flip and Match Cards بنعمل Match لي الكروت مع بعض وحتدي أدوس Run الصورة كويسة جدا بالنسبة للصورة وزي ما قلتلك قبل كده الصورة ما تهمناش المهم إن هو يديني الكود في الآخر ويتنفذ ده أهم حاجة هنا الكود HTML CSS هيديني في الآخر JavaScript هقول له Put all codes in one text بعد ما يخلص خلص خلص هايزا بس يحط لي كل الكودس مع بعض خلص خلص كود انتهى من الكود هاخده copy هروح على HTML viewer أحط أحط الكود memory card game هنا restart game هبتدي هدوس على two card هنا ده وده بمجرد ما أنا اختارت two card مشابهين لبعض اللون بقى فاتح شوية معناه خلاص لو أجيت دوس عليهم مش خلاص أنا كده انتهيت من أول حاجة هنا الموفز تو عدد الحركات اللي أنا استخدمتها هنا هبتدي مثلا أنا ادوس على ده وارجع ادوس هنا مش متشابهين لازم تبقى انت حافظ مكان الحاجة فين في اتنين هم متشابهين تقريبا هنا كان يعني نفضل بقى نعمل كده يعني احنا مش هنلعب طبعا بس انا بوريك يعني التنفيذ بتاعه هنا وهنا بص بمجرد ما اختارت مثلا اختار هنا اختار هنا الاثنين موز زي ما احنا شايفين فبالتالي فعطوني اللون فاتح شوية وبالتالي خلاص ما ينفعش ندوس عليهم مرة تانية حادي ما خلص خالص وهنا الموفز هيعدي لي عدد الحركات وهعمل ريستارتل الجيم هرجع من أول وجديد خالص ألعب اللعبة وهكذا دي اسمها memory card game نفذها زي ما احنا شايفين وهنا باستخدام ال javascript animations وهنشوف حاجة تانية هنا الاكزامبل ده عشان الوقت يعني ما اخدش من وقتكم كتير create a playable piano keyboard لو تفتكروا السؤال ده باستخدام الاشي مال وcss وjavascript وزودت animations وهنا حيبتدي يديني الكود فعلا عطاني الكود بعد ما اخدت الكود ونفست ولقيت ما فيش صوت للكيبورد فقلت له يعني في مشكلة ما فيه الصوت ابتدى ان هو يزبط لي تاني ال javascript يعني كانت المشكلة في ال javascript وعطاني الكود مرة تانية واخدت الكود رحت بيه على html online viewer وحطيت الكود اعطاني ال simple playable piano انا مش عارفة انتو 70 الصوت ولا لأ لأ لان ساعات برنامج اللي بسجل بيه ما بيزهرش صوت تاني غير اللي انا بسجل بيه ولكن النتيجة كانت جيدة جدا 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 يلا بنا نشوف حاجة تانية هنا بالنسبة لي الفرونت اند اب اللي هو النوت اب ده تنفيزه تنفيزه حلو انا هتحط task 1 مثلا اهو add stick note task 2 اختار لون تاني وبتعمل delete لل tasks هو جيد في الكودينج يعني بلا شك نغير بقى ونشوف سؤال تاني في التعامل مع النص سؤال العلامة التجارية انشاء هوية شملة كاملة لعلامة تجارية لأحزية رياضية بناء على المواصفات المحددة انها تشمل اقتراحات باسم العلامة التجارية يديني اقتراحات لوحة الالوان التباعة على الاسلوب جميع العناصر يعني العلامة التجارية كلها متمسكة بجميع العناصر بتستهدف اعمار من 20 ل 50 سنة بتركز على ال audience اللي هم بيكون همهم الموضة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتعكس اخلاقيات والشعور يعني اخلاقيات ناحية وتعكس اخلاقيات والمسؤولية البيئية وتتميز بالانقة والجودة وقادي النتيجة زي ما احنا شايفين وما زال ممكن يكون الديتيلز اكتر شوية عن مثلا النماذج السابقة ولكن اعطاني الاجابة بشكل جيد ده بالنسبة لي تعملوا مع النص الجمهور المستهدف الجزء المتعلق بشخصية العلامات التجارية اقتراحات لأسماء العلامات التجارية أسماء مستوحى من الطبيعة أسماء بتشير للأخلاق أسماء تجمع بين الحركة والاستدامة انا واخد بالي ان النموذج ده اعطيني فارايتز وتنوع كبير ومقسم لي بقى كمان أسماء مستوحى من الطبيعة النماذج اللي جربت فيها معاها السؤال ده ما كانتش يعني مفصلة بالطريقة دي اللوجو تصميم الشعار لوحة الألوان ألوان أساسية ألوان ثانوية ألوان تميز ألوان تميز طباعة الأسلوب المرئي والصور جيد جدا بصراحة النتيجة نشوف حاجة كمان هنا في كتابة الأسايمنت كتابة الأسايمنت اللي هو عن استخدام والطلبات زي ما بطلب كل مرة عدد معين من الكلمات وكي بوينتز معينة يركز عليها في كل فقرة طلباها منه هنا هو سريع جدا جدا في عملية في التفكير وعطاني الإجابة هنا أنا برضو حيخد الجزء اللي هو في الانتروداكشن أشوف how many words in this text هو ليسه مازال فوق كان بيكتب وهنا دي الريفرانسز وهنا أنا عايزة أعرف عدد الكلمات الموجودة داخل الانتروداكشن 282 وأنا كنت أقلاله فوق أن يكون العدد من 250 ل300 فهو هنا التزم بعدد الكلمات تعالي نشوف حاجة كمان هنا أنا حاجربه في عملية الانالايزينج حبتدي أن أنا أرفع له ملف وحبتدي أقوله أنه هو يعمل لي تحليل الPDF أنه هو يلخص لي الcontent ويأفاليويت الستركشور والبيربز ويركز على نقاط الضعفة ونقاط القوة وما إلى ذلك السؤال ده أنا استخدنته كثير قبل كده أيضاً في تقييم النماذج وبعد كده حبتدي أدوس ران طبعاً هنا بالنسبة للتوكين كاونت أنت عندك لحد مليون تمنى آه تمانية واربعين ألف خمسمية ستة وسبعين حال كويسة جداً سوف تديني التحليل اللي أنا طلبته Introduction Detailed Analysis Content Summary Problem Methodology مفترض يعني أنا عارف الحاجات الموجودة في الPDF فهنا أنا شايفة مركزة على Key Findings اللي هي الجزء المتعلق بالAI Usage Concentrate Software Development To Writing Tasks Account Structure And Purpose Key Strengths والkey Witnesses والإجابة والتعامل مع الPDF كان جيد جدا في عملية التحليل هنجرب حاجة تانية هتدي هنا أرفع صورة المرازي صورة زي دي وحقول له Explain this image in Arabic يعني الشرحلي وبالعربي وهعمل Run هنا بالتأكيد إليك شرح الصورة باللغة العربية شرح الصورة بيقول لي Artificial Analysis توزر هذه الصورة رسما بيانيا مؤشر تحليل ذكاة الاصطناعي النماذج غير الاستدلالية الغرض من الرسم البياني إلى ترتيب ومقارنة أداء مجموعة متنوعة من نماذج الذكاة الاصطناعي بيقول لي زي أقرأ الرسم البياني العنوان الفرعي الأشريطة المحور العموزي الأفقي هنا بيقول لي DeepSeek Version 3 اللي اتكلمت عنه الأعلى تقييما وهنا في ملاحظة أيضا موجودة داخل الشورت وفي الآخر خالص بيديني الخلاصة إن DeepSeek Version 3 وفقا لهذا المؤشر مع الإشارة بعض النتائج لا تزال تقتدرية تصدر Artificial Analysis شورت زي ما إحنا شايفين داخل الشورت نفسه وده كان شرحه للصورة تعالوا نشوف بقى حاجة تانية خاصة بالرياضيات هنا حسأله في الرياضيات وهقول له What equation gives you 69 وهدوس Run حديني الاحتمالات هنا بيقول لي إن ممكن بيجمع 69 حديني 60 أو بترحي 70 من 1 حديني 60 أو 23 في 23 69 Multiplication والإسمة حتدي 69 138 على 2 وال Combination 10 في 7 ناقص 1 بديني 60 وأيضا لو استخدمت بقى الباورز أعطيني أمثلة للنتيجة النهائية حتكون 69 زي ما إحنا شايفين طبعا إجابة دقيقة وإجابة سريعة آخر حاجة معي النهاردة حنجربها حشوفه حينفزلي Create a One Page Website اللي هي منصة التعليمية حينفزها لي إزاي طبعا شفت إمبارح إزاي نفزلي DeepSeek Version 3 Zero 3 2 4 هذا التسك وكان التنفيذ رائع عايزة أشوف برضو هنا حينفزها لي إزاي حبتدي أخذ الكود حطه هنا هنا Canva Course L-I-C-3 كورس L-E-I-Tools Usage Digital Marketing D-Courses Search Courses إلى حد ما كويس جيد ولكن كنت معجبة بصراحة مبارح جدا بDipSeek Version 3.1 كان جيد جدا في تنفيذه لهذا الكود ولكن أيضا النتيجة جيدة وبكده نكون جربنا مع بعض Gemini 2.5 Pro Experimental وZero 2.5 من خلال Google Eye Studio طبعا إحنا جربنا بعض التاسكس طبعا انت جرب وقل لي رأيك في التعليقات أنا فعلا بستفيد جدا من قراءكم ومن تجربتكم فارد ما تنخلوش على أي برأيكم وفعلا بشكر للناس اللي بتشاركني تجربتها في التعليقات أنا بستفاد منها جدا وتلفت نظر لبعض الحاجات ممكن أكون يعني مخالتش بني منها أو في بعض التاسكس اللي هما بيعملوها ممكن تكون مختلفة عن اللي أنا بقدمها فارد دايما تشاكوني أراكم زي دايما ما بتعودوني أتمنى تكونوا استفادتم في فيديو النهاردة على قناة InfoTek4U يا ربكم كل اللي بنقدمه يكون بينال على أعجابكم أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزيان بقول لكم في نهاية كل فيديو منتشوش تعملوا سبسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متساشوا لايك وشيروا كومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته